الشيخ حفظكم الله يعني لو نريد في هذا الدرس أن نوضح هذه المعبودات يا ترى ما الذي حمل هؤلاء على اتخاذ هذه المعبودات من دون الله حملهم على هذا الشيطان دعاه من الشرك يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فدعاة السوء من الشياطين الجن والإنس هم الذين تسببوا في أضلال بني آدم وأغروهم بالشرك وعبادة غير الله هذا هو السبب أما لو استمعوا إلى داعي الحق وداعي الرشاد وهم الرسل وأتباعهم لفازوا ولكنهم اتبعوا دعاة الضلال وأخطر ما يكون على الأمة دعاة الضلال في كل وقت كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان لما سأله هل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها فما أخطر على الناس من دعاة الضلال ودعاة السوء من شياطين الإنس والجن نعم نعم